مستوطن حاقد استهدف بالرصاصي الشاب سند السمامر 18 عاما أثناء تواجده في أرضه في منطقة الشويك شرق الظاهرية جنوب الخليل ليرتقي شهيدا حيث توريكا ينزفو دون السماح لسيارات الإسعاف بالوصول إليه قبل أن تقوم سلطات الاحتلال باحتجاز جثمانه والله بحكي يرحموا ويتقبلوا مع الشهداء والصدقين والصالحين والله لا أعلم إشي عن سند إخلاف أجهل إشي فجأة من الله فهذا المستوطنين لهم مرافعين عنه ولا مستخمين ولا يعني شو بدأ أقول لك ولا أعبر لك يعني دارك اللي انت فيها مش مملصين كيف صارت الشغلة ما بعرف إلي لما نزلوا الخبر وقالوا ابن كيك كيك أصدق وما أصدق ما صار بينهم ما بعرف شو صار ورا على الأرض ولقوا هناك أخذوا ووصلوا وعندهم ما بعرف كيف هيك صار لحد الآن ما نعرف مني شو تسوى مش عارف كيف صار ما بالزبط ما عرف إنهم بشوحونا على الأرض ومعذبين عليها مجونا يوم يوم بس ما توقعتي أنه نسوفين هيك ستة أخوة باتوا اليوم خمسة في ظل غياب سند الذي لطالما كان يقف سندا وسدا منيعا على أرضه المهددة بالمصادرة في شويك شرق الظاهرية هذه المناطق الحساسة التي باتت اليوم على صفيح ساخن في ظل العدوان المتواصل عليها بفعل وجود مستوطنة تينا وشمعة والتجمعات الاستطانية العشوائية على التلال كل يوم فيها المشكلة هذا مستوطن كل يوم مستوطن بيعتدي على أملاك الأغنام الزرع بيحرق بيكسر أشجر بقتل أغنام بيعتدي على المواطنين هناك يعني الهدف من الموضوع أنه ما يجيش الناس ما يرجعوش أرضهم أو ما يفلحوش أرضهم أو يبعدوا من هذه المنطقة ويحدوا من وصول الناس لأراضيهم في هذه المنطقة معاناة يومية ومقرفة ومدعومة من الجيش والحكومات الصهيونية العنصرية الحاقدة والهدف الأساسي منه وتفريغ الأرض من الإنسان ومن الشجر كمان حالة حزن كبير خيمت على الظاهرية حيث أعلن الحداد ونعت مآذن المساجد الشاب سند يوم أسود وحزين في الظاهرية جنوب الخليل بعد أن فقدت سندها الشاب وشهيد سند السمامر الذي انضم إلى قافلة الشهداء والأقمار الفلسطينيين سامي عبو شرخ تلفزيون فلسطين الظاهرية جنوب الخليل